بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عيويا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائي كورت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرضين ثلال لنبلوهم 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 أيهم أحسن عونا أحسن عونا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا لنبلوهم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشذا بضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم نقعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلقان بيت فمن أظلم ممن افترى لله كذبا وإذ اعتزلتوهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقى وترى الشمس إذا طلعت تزاوم عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا طلعت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهدد ومن يضلل فننتجد له وليا مرشدا وتحسنهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليوظوا أيها أنك طعاما أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملة ذن ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وإذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بذن قال الذين غلغوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ريما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ريما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار في ذن إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت في ذن منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وأذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وأذكر ربك إلا أن يشاء الله وقل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولا أقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وأقول ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسرى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسنع ما لهم من دونه من ولي ولا يشترك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجر من دون ذي ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يبعون ربهم بالغذات والعشي من يريدون وجبه ولا تعد عينك عنهم ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للوالمين نارا أحاط بذن سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات ورن تجري من تحت ذم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستمرق ويلبسون ثيابا خضرا من أحسن المحن يحلون فيها من أساور مرتفقين فيها على الأرائك 119. لما الثواه وحسنت مرتفقا 111. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أرناب وحففناهما بنخل 112. وجعلنا بينهما زرعا 113. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا 114. وفجرنا خلالهما نهرا 115. وكان له ثمر فقال لصاحبي 116. وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا 117. ودخل جنته وهو ظالم لنفسي 118. قال ما أظن أن تبين هذه أبدا 119. وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت 119. إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 110. قال له صاحبه وهو يحاوره 110. أكفرت بالذي خلقك من تراب 111. ثم من نطفة ثم سواك رجلا 111. لكن هو الله ربي 112. ولا أشرك بربي أحدا 113. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 112. لا قوة إلا بالله 113. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 114. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 115. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل 114. ويرسل عليها حسدانا من السماء 115. فتصبح صيدا ذلقا 115. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا 116. وأحيق بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية 117. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 118. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 119. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 110. هناك الولاية لله الحق 111. هو خير ثوابا وخير عقبا 112. واضطرر لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء 111. فاختلق به نبات الأرض 112. فأصبح أشيما 113. فأصبح أشيما تذروه الرياح 114. وكان الله على كل شيء مكتذرا 115. ألمان والبنون 114. زينة الحياة الدنيا والباقيات 115. الصالحات 116. خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسيو الجبال وترى الأرض فارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لهذا ما فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عظم بئس للوالمين بذلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذى المضلين عظذا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فزعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغفقا ورأى المجرمون النار فضنوا وأنهم واقعوها ولم يجدوا عما وصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جذلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادن الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يبا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أذرح حتى أبلغ مجمعا البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغ مجمع بيني ما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قالوا لفتاه آتنا غزاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صدرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خدرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا تريطني من أمري عسرا قال أقلقا حتى إذا لقيا أغلا من فقتلت قال أقلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إن كن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحلني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأقامه قال لن شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طبيانا وكفرا فأردت أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألون كنزهما ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدا تغرب في عين حميئة ووجد عند قوما قلنا يا ذا القونين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لدي بخبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القونين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خوجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سبدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما قال ما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمول في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أفحسب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسرون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر